السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نجد معكم شبكية بأسهل طريقة سهلة وشاربة العسل ومشية رائعة سوف نعطيه لكم في هذا الفيديو تبعوا معي الفيديو من الوحدة الاخر سوف نبدأ اول حاجة اربع كاس الخل وكاس لاروب الزهر الزهر اضع زبدة اضع زبدة اضع زجلان اضع زجلان اضع زجلان اضع زجلان المهم هي شبكية اقتصادية اضع زجلان اضع الزهر الجمعة اضع الشعب جمعة القوف اضع او ذج منظور نهاية اضع زجلان اضع زجلان ملانا اضع زبدة اضعوا اضع peach زيت اضعوا الماء والزهار والخل والزعفران الحر يمكنكم اضمتها للزعفران اصفر البيضة اضمتها بالطحان اضمتها بالطحان اضمتها بالطحان اضمتها بالخمار اضمتها بالطحان اضمتها بالطحان اضمتها بالطحان تكون قاسحة العجينة تجلب إليها تجلب إليها دخلت لها كيلو ومئة قرام. كيلو ومئة قرام. وكتبقى دائما على حساب الطحين. كين الطحين اللي ما كيدخرش تها كيلو. كين قص ناقص مئة قرام. وكين الطحين اللي بحل الشتو دابة. دخل كيلو ومئة قرام. كنشد العجينة ديلي وكنقسمها على الجوج. كيتا تخلي وترتاح وحد عشر ديال دقيق. ركتش مع راسها. را ما تخافوش منها ما تقولوش را قاسحات بقى قاسحة. صافي كان دير حراب الاله. تشكل باش غادي نديل كموحة طريقة. دي هي زوينة وساهلة وضغية ضغية. وما كتتمحنوش. فات شبكية ما غا تتمحنوش فيها ان شاء الله. بالنسبة اللي بغي يجرب. جربوا وتوكلوا على الله. وقولوا بسم الله الله يوفقكم لأي حاجة بغيتوها. واللي حاجة فيها خير اللي يوفقكم لها ان شاء الله. صافي كان ديرهم على هات الشكل. ومن بعد كان بدأ نجبد. ديرواها في الدلاك العادي. ذاك المدلك هذا اللي تيدور مع العجينة صغيرة. موهم دوروا على هات الجيه ودورها هات الجيه الخورة. صافي وتنيها جوش تنيها تنيا فوق تنيا وحطه. تغا تكملو الخليط كامل او للعجين كامل. ارى ما تحتاجوش تطرشو الى دب تبعتو هاد المقادر ودرتو هاد القياس. وفعلا قاسحة الشباكية العجينة. ارى ما تحتاجوش ترشو الطحين. حتى لادرتو الطحين خيارت لكم الشباكية. هي مني كتاخد القياس ديها لدي الطحين وتجي قاسحة را كتخدمي بيها وتلعبي بيها وتدري اللي بغيتي بها وما كتلصق. ما كتلصق لكم علاش العجينة تكون قاسحة باش مني كتخدمو كتخدمو مزوين. صافي سنكمل ودائما نغطى وباش ما تنشفش. صافي كمناه غادي غادي نبدأ. بدلت درت الخشبة باش اتجي مزيانة في. كنصرح العجينة ديالي للطول. ونحاول انقادها دائما نقاده بشوية بشوية عليكم ما شي ما تزربوا ما ولو. يكون راسكم ديك النهار خاوي تكونوا مطيبين غذاتكم تكونوا مقدن اموركم تكونوا ديرين كل شي صلاتكم كل شي باش تكونوا هاني قلبكم يكونوا راسكم خاوي. جيو تخدموها 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 لقيت دبع واحد القنيت لقيته ما مقاتش وغايجي نقطعو. بنيتو وسرحت تنقطع نعود نصرح بنفس الكيفية كنكمل العجينة اللي عندي كنغطيها ضروري غطي وباش ما تنشفش ليكو. وياكم غطيو. صافي كنبدا باللولة كندير انا كندير الماكينة على ثلاثة جوج ونص هي لي تتكون صغيرة الصغيرة عندي هي ثلاثة جوج واحد الكبير لبغيت نديرها متسعة كنديرها على ستة خمسة المهم انا كندير الرقم ما كنبغي هاش رقيقة حت لكانت رقيقة ارا كلها غد تهرس في القلي ارا ما غد تبقاش لكم لادرتوها في الرقم واحد ارا غد ترس لكم كلها شوفو كي جات نهائيا جنيبات حاولت نقاط ده جنيبة ترا ما استرتم متاشي حاجة بجرار كان اخد جرارة وكان بدي نحسب واحد جوج تلاتة ربعة الخامس كنقطة ربعة خمسة ايه الخامس سادس كنقطة باش كي جيوني ستديل الشريطة هانتو ما غد تشوفو انا براس يرا ما حاس باش هانتو ما اسهل عملية ارا درتها في القناة اول شبكية فاش درتها هادي سبع سنين انا اللولا درتها كنت شفتها عند الرجال الحريفية اللي كيبيعوش فنجو كيبيعوش شبكية كيديروها من ثم اخديت ديك الفكرة شوفو ارا اسهل منها ما كي ارا ها عشان نقول لكم وانخرج معاكم كلها نمشي عندنا الدار ونبداليها ونخليكم تكملوا واسهل شبكية واسهل وردة زوينة كاتجي زوينة ارا نديرو اللي درنا كنرجعو لهاد الوردة اللي ارحم اللي اختارعو شوفو هانتو كان ديرو جوج كانتنهم على جوج وجوج الاخرين كان قلبوهم وكان اخذو الشاريط الاخر كان قرصوهم الزيان وكان نخشيو صبعنا وكان نحلو الوسط صافي بقوا تعاودوا تعاودوا باش غتتراحوا وتهنوا وانتو ما مبتدئات شدوا شبكية ديالكم وديروها في الطعوات وديروها في الفران وخليوها تلغط ليه ما فيها الخميرة ديال العجينة خليوها وبحل ما درتو التشي حاجة قسمو الخدمة على جوج اليوم درتو هاد شي غدا غادي ندوزه باش غادي نبدو نقليو بحل ما درتو التشي حاجة اسهل حاجة هي تكون دك شي منظم ومقادرة غا تمشيو باريحية انا كندخلها الفران بلما نغطيها حت لا درتو له البلاستيك ركات عرق ديروها غافل فران طافي وخلي واتباد تلغط لي اونو دوليها تنقاد دفطوركم نصيف طولتكم المدراسة قدوا المسائل ديالكم وجيو بذوت قليل المقلع كندير فيها الزيت غازير كنخلي التكي يسخن كنجرب ضروري جربو بشي حاجة باش غا تشوفو حت ضروري خاصة تكون سخونة او من بعد غادي ننقص النار ونخلي شباكي اوانا كنقلب فيها نقلب فيها نقلب فيها نقلب فيها نقلب فيها تكيط طيب باش اطيب لي من الداخل او من بعد العسل سخنت ودفيتو شي شوية وكي ماشتو العسل يلا بغيتوه كلكم كتبو لي في الكومنتر غادي نزلو لكم انا مصورة ولكن تنقول يقدر ما تحتاجوش ولكن احسن حاجة هو العسل اللي صيبتيه بيديك ومن الاحسل اللي صيبيه بوحد النهار قبلت اليومي لكن انتي اول مرة غا تديري صيبيه بثلث ايام بربع ايام باش تعرف فيه واش غاي صدق ليك حتشوف فيه واش غاي حجره للا بالنسبة انا درت كيلو ومئة قرام ديال الطحين بالنسبة للزيت خوضو جوج اطرو باش تكونو متين يسعين باش ما يخصكو مش الزيت باش تقليو مزيان وبالنسبة للعسل خصكم جوج كيلو ديال اللعسل غادي نوريكم وخا بقما ما كملتش غادي نوريكم كيفاش مني كتسقطر شوية من العسل كنديرو فيها كنشدو واحد الكاس ديال جوجلان كنحمروه كنحمروه ما تخليوش نيو وما تحرقوش وكان مدرش سافي غريتكم اطبا يصيل هورا باقي انا خدامة دابا وباقي عندي هنايا بالنسبة اللي بغي يخزن غادي تديرو حت سوبيرا وديرو بلاستيك وديرو صف الاول وديرو شبكية ديرو بلاستيك وديرو الصف ثاني وبقا وغادي نحت كل صف كتبقى العسل ديالو ما يطيحش ماشي بحل سطولة اللي كانوش حالا دي كنديرو العسل كيبقى ينزل تحت شبكية الفقانية كتبقى خاوية هادي كل صف بوحده باش يبقى العسل ديالها معاها فيها بالنسبة الكيلو ديال الطحين كيخرج ثلاثة كيلو ديال الشبكية وبالنسبة اللي بغا يخدم على راسه ويبيع الشبكية غادي تبيع اختي ميادر همرا كل شي غالي وبصحة والراحة وما تنسوني شمالي لايك والبرتاج وشكرا على المشاهدة